اشتركوا في القناة ويحتفلون بعيد ميلاد المسيح ربما تأمل بعضهم في ذلك العام الذي انقضى عام مليء بالأحداث لكل المصريين ولكن للأقباط بشكل خاص فإنه طرح أسئلة أصبح من الصعب تجاهل الإجابة عليها أسئلة عن علاقة الكنيسة بالدولة وعن علاقة الكنيسة بالسلطة وعلاقتها بأبنائها وعن مستقبل المسيحيين في مصر في نظام ديمقراطي يرجح أن يصل فيه أن تصل فيه الحركات الإسلامية إلى الحكم أهلا بكم إلى هذه الحلقة ويشرفني أن يكون معي في الستوديو لمناقشة بعض هذه الأسئلة المستشار أمير رمزي عضو مجلس العدالة الوطنية بمجلس الوزراء المصري أهلا بك أهلا بك والدكتور سامح فوزي الكاتب والباحث في شؤون المواطنة أهلا بك والأستاذ بشوي تمري عضو المكتب السياسي باتحاد شباب مسبير أهلا بكم جميعا يمكنكم مشاهدي ومستمعي بي بي سي أن تتواصلوا معنا طوال هذه الحلقة على تويتر على هاشتاج بي بي سي أوبن أجندة سنبدأ أولا بعرض لقطة انتشرت كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي لأمر ما حدث في القداس ويصلح كمدخل لمناقشة المعضية التي تحدثنا عنها في المقدمة فلنشاهد سويا هذا المقطع بحضور هذا العدد المميز والمشرش من القيادات العسكرية هذه التي نمتها وتحبنا والتي عملت كل جهدها من أجل رسعة كلابين واشترا والمشير والمسعور والمشير والمسعور يسخد يسخد حطب العسكر يسخد يسخد حطب العسكر يا شهيد سابو الداهر البابا شنودة وطريارك الكرازة المرقصية في قداس عيد الميلاد وهو يواجه الشكر لأعضاء المجلس العسكرية الذين حضروا إلى قداس ثم هتفات تطالب بسقوط حكم العسكر ربما تعرفتم فيها على بشوي بنفس القبعة التي يرتديها الآن بشوي البعض رأى فيما فعلتم رسالة عدم احترام للبابا شنودة من حق أي حد يشوف مكان ده عدم احترام لكن الأحق بالاحترام في الأمور الحالية في الوقت الحال اللي احنا بنعدي به هو دم شوها ده لسما برتش وأنا أعتقد أنه الدم والروح والحق يفوق احترام أي بشر على الأرض والحق أهم من أي حاجة على أقل ده لأنا حسيت وقتها مع اعتبار أنه واحترام قداسة البابا شنودة وهو الأب الروحي للمسيحيين في مصر وكل الأرثوذكس اللقبات في العالم وتقديرا لما سرته داخل الكنيسة وأنا أعتقد أن ده لا يشوب ولا يجي جنبه من أي حاجة لأن الرسالة مكتش موجهة لبابا شنودة لكنها كانت موجهة للنظام السياسي في مصر أو المجلس العسكري طيب يعني أريد أن أسمع منك تعليقك على بعض ما هذا المقطع طبعا أثار كثير من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي وهناك من أيدكم وهناك من عرضكم ممن عرضوكم كتب أحدهم يقول حبوا أعدائكم باركوا لعنيكم أعتقد أنها آية من الكتاب المقدس وهي موجهة لمن يرى أنه كان على البابا شنودة ألا يواجه الشك أو لا يستقبل أصلا أعضاء المجلس العسكري الإعتراض هنا أنا مش بقول البابا شنودة ما تحبش أو مش بقول المسيحين ما تحبوش لازم تنفذ وسيط سيد المسيح وتحب عدائك وتبارك لعنيك ده مهم جدا لكن الرسالة هنا مش رسالة دينية ولا رسالة الأشخاص زي شخصية حمد بدين لكنها رسالة موجهة لنظام نظام يأتفق معها يختلف معها مالهاش تالت إحنا اللي عايزين نقوله أنتم كنتم ترفضون أصلا استقبال أعضاء المجلس العسكري في القدس بالمرة بالمرة والإلحاء فوق الحب والحبة دي أنه يبقى فيه مرعاة لأهالي الشهداء أنا معرفش أهالي الشهداء في الوقت ده كان موقفهم عمل إزاي أنا مش بقول البابا شنودة يحب أو يحبش عندما تتحدث عن الشهداء من تعني بالضبط سواء الشهداء مسبير ولم يحضر لم يتم دعوت منهم أحد أو شهداء الثورة المصرية من يوم 28 يناير حتى حدث مجلس الأزراء يعني الكنيسة احنا تعلمنا في تاريخ الكنيسة أنها كنيسة وطنية كنيسة مصرية وطنية نعرض الكنيسة بتنفصل عن الشعب وكأنها كنيسة غير محلية وكنيسة لدولة أخرى غير مرتبطة بالشعب بالمرة ولا ترعى أي مشاعر ولا اتجاهات للمواطنين وتحتفل طيب نفس ما تقوله قاله أيضا بعض المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى المستشار أمير رمزي أريد أن أسمع رأيك في هذا التعليق قيادة الكنيسة الأرثوذكسية ليست هي الكنيسة الأرثوذكسية الفجوة بين الاثنين تتسع أكثر كل يوم نفس ما يقوله بشوي الكنيسة هي مينة دانيال ولابد أن لا نسمح لسارقي الوطن أن يسرقوا الكنيسة أيضا وإحنا لما بنيجي نتكلم عن الكنيسة وهي بلغة الكنيسة حتى من الكتاب المؤدس بيقولك أن الكنيسة هي جامعة المؤمنين اللي هم الشعب نفسه يعني الشعب اللي هم اللي بيذهبوا الكنيسة وكده ليست الكنيسة هي المبنى الكنيسة فقط ولكن هي هذا الجمع دا لكن هل الكنيسة النهاردة فعلا هي منفصلة زي ما بشوي بيقول منفصلة عن الشعب ولا لا وهل قيادة الكنيسة يعني فيه مرحلة كده من عدم التوافق ما بينها وما بين الشعب في الفترة الحالية هو طبعا احنا عندنا مشكلة يعني فيه مشكلة موجودة في الكنيسة وديت جزئية هامة جدا وانا اعتقد ان يمكن كل اللقباط يعرفوا كده اعتقد ان المصريين عموما عندهم علم بهذه المشكلة بان مرض قداسة البابا عدم توفر الوقت الكافي لإدارة جميع أمور الكنيسة تفاقم المشاكل خاصة ما بعد الثورة لان مع اختلاف النظام كان المفروض ان الكنيسة تتماشى مع النظام الجديد باللي حصل بل بالعكس كانت المفروض انها تكون مؤهلة لهذا التغيير يعني كنا نحب نشوف التغيير ده يبتدي من الكنيسة قبل ما كان يحصل في مصر ومش بنقصد التغيير ان يكون فيه حاجة بالنسبة لقداسة البابا قداسة البابا بالنسبة لنا احنا شخصيا كمسيحيين احنا بنحبه وهو فيه منزلة القديس يعني بالنسبة لنا احنا بننظر لي ان هو شخص روحاني شخص ليه تاريخ عظيم جدا ما شوفناش منه حاجة وحشة ادارته للكنيسة على طوال فترة حتى لما كان متوفرة لصحته كان ادارة جيدة طب ما المسؤول اذا عن اتساع هذه الفجوة اتساع الفجوة ان النهاردة فيه النظام الحالي الموجود في الكنيسة فيه لخبطة فيه لخبطة شديدة فيه عدم انا موافق جدا على الكلمة اللي ممكن تقول ان عدم التوافق ما بين القيادات الحالية او تماشي القيادات الحالية مع الشعب في الوقت الحالي لا يعني فيه فجوة لكن ليس البابا شنودة بوصفه المسؤول الاول عن هذه القيادات هو المسؤول عن ذلك شوف حضرتك انا متأكد ان قداسة البابا لو كانت صحته النهاردة تسمح بانه هو يقدر يعالج الفجوة دي كان عالجها لكن انا ارجع المشكلة دي ان صحة قداسة البابا في الفترة الحالية يعني ربنا يدي له الصحة هي يعني ده سبب رئيسي لحدث هذه الفجوة طيب دكتور سمح هل تتطافق مع هذا رائب ان هناك فجوة بين قيادة الكنيسة مع ذلك فمنذ متى هل هو امر طارق بعد الثورة انا قبل ذلك انا عايز اقول له حركة على حاجة خلينا يعني انا عايز اشوف الموضوع بمنظور تاني انت النهاردة بتتكلم على تغير جزري واقع في المجتمع المصري واصاب كل مؤسساته وما يحدث في الكنيسة انه ما يحدث في مؤسسات اخرى على اصعادة مختلفة سواء كانت مؤسسات دينية او مؤسسات مدنية او مؤسسات سياسية على كافة الاصعادة وده بيعبر عن حرك الاهتزاز الذي حدث في منظومة هذا النظام ككل ليس هذا في حسب ولكن ايضا ودي النقطة الاساسية والمهمة هي تراجع السلطة الابوية في اماكن كثيرة في المجتمع المصري فسقوط نظام مبارك لم يكن فقط السلطة السياسية المباشرة لنظام مبارك ولكنه كان يتجاوز كل هذا لمؤسسات مختلفة وديك امثل يعني هناك شباب معترضين على طريقة ادارة الكنيسة للملف بيمثلهم بشوي وشباب اخرين وربما يشاركهم ناس تانية في هذا الموضوع هناك شباب من الاخوان المسلمين متمردين او مش متمردين بالمعنى السلبي لكن رافضين لحرك هناك مجموعات سلفية رافضة لادارة المشهد السلف في كل مؤسسة هناك اعتصامات هناك احتجاجات داخل الازهر نفسه حدث بعض المشكلات والقضايا اذا انت بتتكلم عن منظومة بيعاد تشكلها داخل المجتمع المصري لا تقوم على السلطة الابوية ولكنها تقوم بصورة او باخرى على انماط جديدة كل مؤسسة تنتجها في المرحلة اللي جاية نتيجة تفاعلاتها دي النقطة الاولى النقطة التانية بسرعة انت برضو بتتكلم عن علاقة الكنيسة بالدولة التي تشكلت على مدار اربع او خمس عقود اخيرة يعني هي ممكن تبقى امتاد دكتور من كده بس خلينا في سبيل التركيز بنتكلم على على اقل من منتصف السبعينات منتصف السبعينات تتكلم عن حدوث متغيرات اجتماعية وسياسية داخل المجتمع المصري ادت الى رحلة عبور من اللقباط من المجال العام الى المجال الكنسى وتحولت الكنيسة المعبرة عن اللقباط وتحول الصوت الكنسى والصوت القبطي وغابت القيادات المدنية وحتى غابت القيادات التكنيكورات اللي كنا بنشوفهم في الستينات في عهد عبد الناصر wattenda وغابت القيادات السياسية اللي كانت موجودة قبل اتت denganي في مرحلة جديدة بيظهر فيها قيادات في المجتمع القيادات بتحاول أن يتعبر عن صوت ليس بصفاتها أقباطا ولكن بصفاتها مواطنين بانتراز الأول أنا عجبني ملاحظة ألهاب شوي هو بيصول ليس من أجل دماء شهداء مسبير ولكن من أجل دماء كل الشهداء على مدار العام الماضي إذن أنت بتتحدث عن تشكل وعي وطني واجتماعي وسياسي لدى قطاع من الأقباط في هذه المرحلة واضح وأنا يعني عطفا على كلام سيادة المستشار واضح أن نمط القيادة الكنيسية بحكم السن وبحكم الاعتياد في التعامل مع نظام سياسي زي نظام مبارك يعني أخذ الأقباط رهائن عنده يعني أنت برضو خلينا نسمي الأمور بمسامياتها الحقية كان اللقباط رهائن عند نظام مبارك كان يرسل رسالة للقباط إلى الإسلام كانوا رهان عند نظام مبارك نظام مبارك أنت خارج من نظام مبارك وأنت رهينة وعند هذا النظام وهل كانوا رهان في الكنيسة كذلك؟ طبعا رهائن طبعا أنت بتتكلم عن النظام أولا لم يحمل أقباط يوما كل الأحداث الطائفية اللي حصلت دي كلها هو النهاردة الأقباط النهاردة سقطوا ضحايا فقط أنا ما أسأله هو في مسبيره لا سقطوا في الكشح وسقطوا قبل كده ولم يحمل نظام الأقباط طب ده أنا فقط قبل أن نقول صحيح فقط قبل أن نستطرد في يعني آثار هذه الفجوة أنتم أجمعتم على وجود هذه الفجوة قبل أن نستطرد في ذلك أريد فقط أن أتسأل عن ما هو حجم هذا لا نريد أن نقول تمرد لكن هذا الإحساس بعدم الرضا عن آداء قيادة كنيسة لأن ما يمكن أن نلاحظه في المقطع الذي شاهدناه هو أن الغالبية العظمى لمن كانوا في القدس لم يشاركوا في الهتاف لا لأن أعتقد أن أتكلم عن مستشار بإمكاننا أن تحركوا في المنزل حوالي لما حصل لنا بعد الأهتاف ده والتي عرضناه من ضرب وأهانة من الناس دي أنا حد بينزل في المظاهرات كتير وأقبل شرطة كتير وتضرب كتير في الشارع وأفرق ما بين ضرب المواطنين الشرفاء وما بينضرب المغبرين كويس قوي أقدر أقولك أنه فوال 50% من اللي كانوا حاضرين في الكاتدرائية مغبرين مش أقلم من كده لأن احنا نزلنا وتحركنا تحت وعارفين الناس دي بتمسك ازاي وعارفين الناس دي بتحرك ازاي وساد المستشار كان قال ملحوظة حوالين الطريقة اللي الناس سقفوا بيها بعد التحية ده ده اللي بيقول هو إيه اللي حصل يعني لما احنا هتقفنا وليه اتضربنا وليه الناس ما كانتش معنا في الوقت اللي لقينا في ناس بعيدة عننا كانت بتهتف لكن بشكل ضعيف جدا وده اللي رسل لنا صورة حوالين الدولة الأمنية اللي احنا عايشين فيها جنب الكنيسة اللي هي داخل الدولة الأمنية دي اللي بتدار بعقلية شبهة أمنية برضه اللي بتصنع حجم الفجوة دي ما بيننا وما بين الكنيسة اللي بتتمثل في العمر الزمني الفاصل ما بين الجيل بتاعنا وجيل القادة داخل الكنيسة طب ما هو الحل في رايك يعني أنتم أنتم تعترضون على الأداء السياسي للكنيسة لكن هل أصلا ينبغي أن يكون للكنيسة هذا الدور السياسي؟ هل ألا يمكن أن يكون هذا دور تشكيلات أخرى من الأقباط خارج الكنيسة؟ دي دي المشكلة ما بيننا وما بين الكنيسة ليس لمجرد أنهم مرفضين شعبيا بالنسبة لك لكنهم سيعتبر أنهم سياسيين عادي هل ليس هذا القحام لدور السياسة الداخل؟ ألا تعتقد أنهم من الأسوأ أن ترفض الكنيسة استقبال أساسة بشكل عام بقى يعني سواء من السلطة أو من خارج السلطة؟ إيه اللي هيدر؟ أعتقد أنه سيء هو مش استقبالهم لكن هم العملوا حاجة زي كده هم اللي قاموا بالدعوة أصلا يعني مضطر في ذلك مدل أيدي إلى قطاعات مختلفة اللي إحنا شايفينه أنه هم اللي راحوا يا جماعة تعالوا هنونة ما فيش حد بيرح لحد بيقولوا تعالى هنيني على عيد يا إما أنت عايز تيجي تهنيني على عيد يا إما مش عايز تيجي لكن أقولك تعالى هنيني علشان أنا أشكرك في حاجة تحت تربيزة إحنا مش فهمينها من الدعوة دي أو من الدعوات اللي قبل كده في النظام مبارك حوالين دور الكنيسة السياسي اللي بيهمش بالضرورة دور المدنيين إذا كنا إحنا بنطالب من أقباط إحنا إحنا كأقباط نزلنا وفي ناس استشهدت من أجل الدولة المدنية إذا كنا إحنا قدمنا شهداء كأقباط وكمصريين من أجل دولة مدنية يبقى أول من يختارق هذه الطلبات والحقوق هي الكنيسة هل تقاوم الكنيسة إذا كان هناك اتفاق بأن هناك فجرة وبالتالي فأنه من الحتمية ترى نور اتجاهات أو حركات سياسية أخرى ربما مثل اتحاد شباب ما سبيرو ربما تعبر عن الهموم القبطية لكن ليس من رحم الكنيسة هل تعتقد أن الكنيسة ستقاوم أو هل هي تقاوم بالفعل هذا الاتجاه أن يكون هناك ممثل سياسي الأقباط بعيد عن الكنيسة هو قلسة البابا كذا بابا قال بأن الكنيسة ما بتدخلش في السياسة لكن هو يمكن هي دي من وجهة نظر لكن هو فعليا لأن الكنيسة تمرست على مدار 40 سنة تقريبا وهي في تدخل ما بين الكنيسة والسياسة في أمور كثيرة جدا فمن الصعب أن في لحظة أن يتم هذا النزع هذا أمر صعب هل سيكون هناك مقاومة؟ بشوي هل تجدون مقاومة من الكنيسة لنشاطكم؟ يعني أعتقد أنها ترقى فوق المقاومة للحرب لأن هناك بعض القساوسة كذلك يشاركونها معكم في أنشطتك؟ وكم الحرب التي تقع على عاطف القساوسة دي والتهديدات بالفصل والحرمان وأنهم هيروحوا الدير وكلام من ذلك كثير للنهر لماذا؟ لأنهم الكنيسة بتقولي مينوح لابنعمل شمال في السياسة أنا بقولي أختي أسخد حكم العسكر وكنيسة بتشكر العسكر أنت تقول ذلك في الشارع؟ أنا أقول ذلك في الشارع وكنيسة لا تريدك أن تقول ذلك في الشارع؟ أنا معروف أن أنا بقول ده بصوت مسيحي بتحدي شباب ما سبيرو فيحسب بالتالي على الكنيسة فيحسب على الكنيسة هل هناك طريقة الخروج من تلك الأزمة؟ هذا بالتعليق أفضل حاجة يعني هم شافوا النهاردة الشباب بيتصرفوا إزاي أنا أفضل أن الكنيسة هنا ما تظهرش في الدور الرعوي في هذه الأمور ده أفضل لهم بكتير من أن هو يحدث تداخل ويتم تعليق ويتم توجيه رسائل والكلام ده كله لأنه هو النهاردة لو الكنيسة شايفة أن هي محرجة من التصرفات دي من المظاهرات من المسيرات الكلام ده كله ترفع أديها عنها وتقولها أنا مليش دعوة ويبقى كل العلاقة منصبة على هؤلاء اللي في المسيرة المتظاهرين لكن أن أنا أبتدي أتعرض لهم يعني قد يكون أن الجزئة دي هي اللي بتسبب المشكلة ده جانب جانب الثاني أنا بصراحة أنا كنت ذكرت حتى على قناة الجزيرة بأن أنا ما كنتش أحب أبدا أن الكنيسة توجه دعوة للمجلس العسكري ولو كانت هي في مرحلة أو هي كانت مضطرة أنها تعمل كده على أساس أن المجلس العسكري هو السلطة الحالية موجودة في البلد والكنيسة هي مؤسسة وما ينفعش أن يحصل عدم تواصل ما بين الكنيسة والسلطة كان فيه كذا أمر وكان من الممكن ما يجراش أساسا العيد السنة دي وكنا نقول أننا حزانة على شهداء وقعت ماسبي يعني فيه أمور كثيرة جدا كانت ممكن توصلنا لمرحلة أننا ما نتحطش في الموقف الصعب ده أو أن أنا برضو كنت أعتقد أن كان من الممكن لو حصل المجلس العسكري جيه وإحنا عملنا العيد وكل حاجة ما كنتش أشكر الحضور بشكر خاص ولكن يكفي أن أنا أشكر الحضور يعني كل اللي حضر وهنقني بالعيد يعني كان أمر إيه؟ أن أنا أشكره على مجيته وليس ولا أخص المجلس العسكري ولا أخص كل الحضرين بأسمائهم أو كده لكن كان يكفي شكر الحضور كله لأن الحضور كل الشعب في حد ذاته ليس أقل أهمية من المجلس العسكري لكن قد يكون أن هذا تم لأن من النظام السابق من زمان جدا هل تعتقد أن هناك خوف على مصالح ما قد تضر إذا كسر احتكار الكنيسة كممثل سياسي للأقباط؟ شوف هو الكنيسة على مدار التاريخ بتحترم جدا جدا السلطة وتحترم الحاكم مهما كان الحاكم دمين حتى ولو الحاكم ظالم الكنيسة دايما بيكون لها علاقتها بالحاكم علاقة لازم تظل هدئة ولازم تظل فيها نوع من الطاعة وكده بأعتبارها كمؤسسة دي سياستها ومن زمان أنا أقصد هل الكنيسة تخشى أن يصبح دورها دورا دينيا بحتا؟ هو المفروض أن يكون دورها دور ديني وأنا شايف أنه لا يوجد أي تخلص هذا هو المفروض لكن عمليا هل هناك ما تخسره الكنيسة إذا حدث ذلك؟ هي تخاف على أن ممكن أي مشاكل ممكن الأمور تتصعد أكثر مع أن أنا أرى بأن حتى لو تصعدت أكثر من كده درجة الخلاف ما بين الكنيسة أو ما بين الشعب وما بين المجلس العسكري وفيه إيه أسوأ من اللي احنا فيه النهاردة طيب دكتور سامح في دقيقتين قبل أن نأخذ فاصلا نفس السؤال هل هناك مصالح تخشى الكنيسة من فقدانها إذا بدأت جماعات مختلفة تمارس السياسة تعبر عن الأقباط سياسيا؟ لا هو مش مصالح بالمعنى ده هو أنت بتكلم على ترتيبات موجودة داخل علاقة ما بين مؤسسة دينية ونظام سياسي هي مستقرة على هذا النحو وبقالها أربع عقود ولازالت مستمرة ولازالت دار بنفس هذه الطريقة خلال الفترة الماضية اللي نحن نتكلم فيها على الصور إمتى النهاردة عشان تعود المؤسسة الدينية في الشؤون الدينية فقط لابد من أن تتشكل طبقة سياسية قبطية وليس الطبقة سياسية على أساس قبطي بالمناسبة طبقة سياسية في مؤسسات ومنظمات وهكل عشان كده أنا بس كان عندي ملاحظة للأساس بشوي يعني أنا أفهم طبعا أن مش من حق أي حد يمنع أي احتجاج سياسي موجود داخل المجتمع من حق الناس تعبر عن رأيها وتخرج ما احنا بنتكلم إزاي عن مصر بعد 25 يناير يعني إذا كنا بنقول لا أنت تتكلم وأنت ما تتكلم مش الناس كلها بتتكلم و الناس كلها بتعبر عن رأيها لكن أنا كنت أفضل ولازلت أفضل مهما كانت حجم الضغوط الداخلية داخل هذا المجتمع أن يكون الوسائل التعبير عن المطالب القبطية وهي في مظالم حقيقي اجتماعية وفي تمييز محدش يقدر ينكره تكون في السياق مظلات سياسية ده أوسع عشان كده أنا مع كامل احترام الرجل الدين احنا بنعمل الحاجة وعكسها لما رجل الدين يطلع في مظاهرة وبعدين منقول الكنيسة تمنعه ما تمنعه لأنه في النهاية هو عضو في هذه المؤسسة أنا دواتي بنتكلم إما نريد حياة مدنية بمعنى أن المدنيين هم الذين يتصدوا للشأن العام وينتهي دور الكنيسة عند هذا المستوى ولكن أن يأتي من رجال الكنيسة يبقى له رجل في الداخل ورجل في الخارج يبقى احنا بنعيد إنتاج نفس الأفكار نحن بنقولها يعني أنا عايزة بعد الكنيسة خلاص يبقى بعدها لنأخذ فاصلات قصيرة ثم نعود بعدها لنستكمل الحوار يبقوا معنا بي بي سي أكسرا فرصتكم اليومية لتعبير عن همومكم تيح لي أن أصل للناس بسرعة وأن يصل الناس إلي بسرعة تلف لأنه لا يعرض آراء الآخرين فحسب برلمج تفعلي لكم نستمعين في مختلف العمار ليس هناك رأي هام وآخر أقل أهمية كل وجهات النظر مرحب بها وما قد يبقى لك رأيا غير راجح قد يكون في وقع الأمر بداية نقاش المهم وغني نقطة حوار على شاشة بي بي سي عالمك صورك رؤيتك رأيك شاركنا عالمك وأفلامك عن الانتفاضات والثورات في بلدك ليراها ويتفاعل مع العالم للحصول على خدمة الأخبار العاجلة على لاسماس ابعث رسالة نصية عليها بي بي سي اي لشركة الاتصالات الخاصة بك هنا لندن بي بي سي الثالثة في لندن أسعد الله صباحكم مباشرة على الهواء أخبار السياسة والاقتصاد والمجتمع والرياضة أراءكم بأصواتكم العالم هذا الصباح على موجات بي بي سي الإذاعية في أي مكان في العالم استمع إلى البي بي سي أهلا بكم من جديد مشاهدي ومستمعي بي بي سي لهذه الحلقة من جندة مفتوحة نتحدث فيها عن الكنيسة المصرية بعد الثورة بعد عام من الثورة وعن علاقتها بالسلطة الحاكمة في مصر وعن قدرتها على تلبية مطالب أبنائها انضم إلينا الآن القصة سامح موريس راعي كنيسة قصر الضبارة الإنجليا أهلا بك يا سيدي أريد أن أبدأ قبل أن نعود للنقاش إلى صورة انتشرت خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعي لهذه هي صورة له القدس في كنيسة قصر الضبارة يظهر في الصورة بعض الأشخاص منهم على الأسواني الكاتب على الأسواني أحمد حرارة الناشط الذي فقد عينيه وبعض الإعلاميين يظهر في النصف الآخر من الصورة بعض عضاء المجلس العسكري في الاحتفاظية وفي قدس الكنيسة الرئيسية الكاتدرائية في العباسية والتعليق الذي كتب هو العباسية إشارة إلى الموقع الذي هي موجودة فيه الكاتدرائية لكن إشارة أيضا بالتلميح إلى المظاهرات المؤيدة للمجلس العسكري في العباسية والتحرير حيث مقر كنيساتك في إشارة مفهوم مغزاة أنت رأيتك غير معجب بهذه الصورة المقارنة طبعا لا أحسس أن هذه المقارنة ليست عادلة نحن كنيسة محلية نحن صلاة عيد محلي مش رسمي واخدين حريتنا على الآخر وما فيش أي حاجة رسمية بنعملها لكن التاني ده الاحتفال الرسمي للطائفة الأرثودوكسية فمسأل الاحتفال الرسمي عندنا كإنجليين بالعيد كان في مصر الجديدة وكان فيه ممثل للمجلس العسكري وفي هذه الاحتفالية أيضا رفعت لافتات أعتقد أن الصورة ربما نستطيع أن نشاهدها الآن رفعت أيضا لافتات بالضبط بالضبط المقارنة ما بين ده وده مقارنة صورة لا تهنئة إلا بعد القصاص أعتقد وصور شهداء مسيحيين ومسلمين مقارنة أسر الدبارة بالكاتدرائية مقارنة ظالمة للكاتدرائية بالضبط في رأيي ومع ذلك فإن بعض رأى في هذه في هذا الاختلاف بين القدسين اختلاف بين نموذجين من التعاطي السياسي للكنيسة ما بين كنيسة تحافظ على علاقة ما بالدولة ربما بوصفها مؤسسة شبه رسمية جزء من بناء الدولة ربما وكنيسة أخرى ربما بوقع اقترابها من التحرير أصبحت جزء من حالة الثورة التي تحدث في الميدان هل كنيسة قصد قبارة استثناء هنا أم أن هناك في العقيدة الإنجيلية جهاز التعبير ما يسمح لها بأن تكون أكثر استعداداً للتعاطف مع الثورة بأي شكل يعني خليني أشرح الفكرة دي كده في كلمات قليلة أولاً إحنا كمسيحين بواجه عام أياً كان أرتدوكسية أو إنجيلية أو كاثوليكية نؤمن بفصل الدين عن الدولة وده تعليم واضح للسيد المسيح علمنا إياه يعني أعطوا مالي قيصر لقيصر مال الله لله مملكتي ليست من هذا العالم لما أرادوا أن يتوجوا المسيح ملكاً لأنه لقواه بيعمل معجزات وبيطعم الجياع وبيحل كل المشاكل فأنت رئيس دولة بيحل كل المشاكل بنفسه ومش محتاج مساعدين رفض لأنه فصل تماماً بين علاقة الإنسان بربنا وعلاقة الإنسان بأخي الإنسان على المستوى الإنساني والروحي وبين السياسة لأن السياسة تسير أمور الناس هيختلف من دولة لدولة ومن حقبة زمنية لحقبة زمنية والنظم بتتغير بكل أشكالها لغاية النهاردة نتكلم عن دولة برلمانية ودولة رئاسية ودولة مختلطة ومن إمبراطوريات إلى التاريخ يشهد أن السياسة ليست شيئاً ثابتاً عشان خاطر نقدر نلصقه بالعلاقة الروحية إحنا كلنا بنؤمن لا تعتبر أن هذا عملاً سياسياً؟ إطلاقاً أرجو أن نخلي بالنام الحكاية دي إحنا ككنيسة بزاة أسر الدبارة متورطة من سنوات طويلة في العمل الإنساني والاجتماعي نؤمن بأننا كنيسة بالأسوار نؤمن أن الكنيسة ليست المبنى الكنيسة هي الشعب والمسيح دعانا أن يكون نور وملح في الأرض الموجودين فيها فإحنا مثلاً عندنا أكبر مراكز لعلاج الإدمان في مصر عندنا 20 مركز لعلاج المدمنين في مصر عندنا 600 سرير لعلاج المدمنين في مصر عندنا جمعية حقوق إنسان طبعاً كنيسة مندفع عن حقوق الناس وكنا مندفع عن حقوق الإخوان المسلمين المقهورين والمسجنين مش بس الإخوان المسلمين والمسيحين طبعاً وغيرها فإحنا متورطين في العمل الإنساني وليس السياسي أرجو الفصل ما بين الاتنين دول فأحمد حرارة ده موقف إنساني لما فتحنا مستشفى للأحداث الأخيرة بتاعة محمد محمود ومجلس الشعب بنعالج المصابين من الصوار ومنعالج الأمن المصاب وبنهربهم من يد الصوار لألا يفتكوا بهم فأنا بتحرك على المستوى الإنساني اللي بيمليه علي ضمير المسيح ضمير المسيح بينادي بالحرية فبنادي بالحرية لكن لا أستخدم العنف ولا القصف بالكلام ولا السب ولا أي حاجة كلمة نابية أمن بالديمقراطية فبنادي بالديمقراطية أمن بالمشاركة السياسية بس مش كمؤسسة دينية فإحنا ككنيسة مثلا نقف مع حزب لم نطبع أوراق معينة ونوزحها على الناس يعني بنحافظ أن الكنيسة تبقى ضمير بينادي بيأخذ مواقف إنسانية مع مبادئ إلهية للمجتمع الإنساني وليست مواقف سياسية بيتحسب علينا بقى كأننا يعني إننا بناخد مواقف سياسية لا أنا مش بأخذ مواقف سياسية أنا منزلتش في مظاهرة أنا شخصيا كأسيس أنا ما قدتش مظاهرة إحنا الحاجة الوحيدة اللي عملناها مسيرة رأس السنة دي كانت مسيرة مشتركة بالشموع لمشاركة إخواتنا المسلمين للصلاة في الميدان مش لأي عمل سياسي لما الناس هتفت في الميدان لكن أعتقد أن لم أكن مخطئا يعني هذه المعلومة وردتني من أحد يعني أبناء الكنيسة الكنيسة قص الضبارة أن في أثناء الثورة يعني الأيام الأولى للثورة كانت كان خدام الكنيسة يأتون بالمعدات الصوتية والميكروفونات إلى التحرير الحقيقة مش حقيقي إحنا في الأيام الأولى للثورة في يناير الكنيسة أغلقت لأن شوارحها كلها كانت محاطة بأسلاك شائكة وبدبابات وبقوات أمن أنا لم أكن أعرف أن أوصل للمكتب بتاعي الناس بتقول أنتم فتحت مستشفى في الوقت دا إحنا لم نكن نعرف أن نوصل للكنيسة لأن نفتع مستشفى إحنا طالبنا العمال اللي موجودين جوه الكنيسة أنهم يأكلوا من الكنتين لأنهم لم يجدون خبز يأكلوا فننفضلوك وفتحوا الكنتين ووصلوه فالناس برد تقول حاجات يعني بتزايد وكأنها بتمتدحنا لكنك ترفض أن يكون بفصل الدين عن الدولة كأمر كتابي إلهي المسيح نفسه كان مثل وقدوة لنا فيه وهذا يصب في نفس السياق ما كنا نتحدث عنه عن خروج حركات سياسية خارج الكنيسة خروج الأقباط إلى تظاهرات على سبيل المثال في الشارع بدلا من التظاهر داخل أسوار الكنيسة كما كان يحدث في السنوات الماضية وكما بدأ الحال يتغير منذ عام على الأقل هذا الخروج هل يحمل طابعا طائفيا أم أنه قد يكرس أو يعني قد يساعد على انصهار الأقباط في العمل الوطني بشكل معاني شوف هو أصل الخروج ده أمر بأصبح مفروض لأن النهاردة طالما نحن بنطالب بانفصال الكنيسة عن السياسة تمام يبقى النهاردة مين اللي هيعبر عن الاحتياجات المتعلقة بالأقباط وحقوقهم فلازم الأقباط هما بنفسهم اللي يعبروا بنفسهم عن هذه المطالب فطالما أن التعبير هيكون كده يبقى لازم الخروج ده يكون قوي ويكون أيضا منظم للأسف على مدار 40 سنة أنا حتى لسه أكتب أن من وقت رعاية قدسة البابا شنودة الثالث للكنيسة 41 سنة لغاية النهاردة أو 40 سنة وشوي في خلال الفترة دي وبرضو من قبلها وفي هذا التزاوج الأقباط النهاردة بمازالوا لغاية دلوقتي طبعا يقولوا يعني أبونا يقول لهم اعملوا كذا يقولوا حاضر وده طبعا نوع من أنواع الطاعة لأن المصريين عندهم التعاود حتى بالنسبة للمسلمين في الجوامع خطيب الجامعة يقول لهم كذا يقولوا حاضر لأن نحن نرى بأن اللي بيعتلي المنبر هو الأكثر حكمة وعنده روحانية ورؤية خاصة تمام ممكن ترشدنا للصح لكن النهاردة دلوقتي نحن وصلنا للمرحلة أن نحن بنحرر بلدنا فهذا التحرير مطلوب جدا جدا أن الأقباط يعوا لهذه النقطة طبعا أنا أتكلم الأقباط لأن المصريين كلهم النهاردة في هذه الصورة مش بس الأقباط بيعوا ربما هو أن التظاهرات التي رأيناها مثل ماسبيرو وغيرها يعني ماسبيرو تكرر عدة مرات خلال العام لكن هناك ماسبيرو واحدة كانت المظاهرات يعني إلى حد كبير ترفع شعارات تخص الطائفة المسيحية بالأساس هذا الأمر قد يكون طبيعيا بحكم أن القضية التي خرجوا من أجلها تخص كنيسة بزرط لكن هل هذا الخروج بهذا الشكل والصبان المرفوعة مثلا هل هذا يجعل هذا الخروج يعني محصورا في الخروج من أجل قضايا مسيحية أم يساعد على أن لا هم أول حاجة هم خرجوا من 25 يناير هم المتوجدين وخرجوا في أمور كثيرة والجمعات التي كانت بتحدث في مدان التحرير كان جزء كبير كدا من المسيحيين كانوا بيشاركوا في المدان لكن ليس كل أيضا لأن هناك بزرق بير لكن كان هناك موقف للبابا شنودة أثناء الثورة ضد المظاهرات ومعيد الرئيس مبارك السابق هناك من ذهب وهناك من يعني قادة المجلس الميلي كانوا موجودين من أول يوم في الصورة وأصقف أصقف الشباب أعتقد أنه شجع لأن موسى شارك بس إلا أنا بقصده ليه حضرتك هما بيطلعوا ومعهم سلبان وبلغة حتى فيها نوع من أنواع اللغة الدينية يعني المسيحية في التظاهر بتاعهم لأن كان الاعتداء على دينهم يعني الاعتداء اللي تم طوال المسيحيات دي كان الاعتداء على كنيسة الاعتداء على مسيحين داخل كنيسة يعني حضرتك لو رصدت هتلاقي ست سبع اعتداءات تخلف وراها حوالي تمانين مئة قتيل كل الكلام ده مرتبط بالكنيسة يعني ما كانش اعتداء منفصل مش ناس ماشية في الشارع يعني قصة لها وصف ديني طيب دكتور صح لأنك يعني كنت تلمح أعتقد إلى ذلك مع بشوي هل ترى تكريس للطائفية في الخروج على العالم لا هو مش تكريس للطائفية أنا أنا اعتبره هو تعبير في قدر من البداية الأولى في التعبيرات السياسية بمعنى إيه لو اند حاجة تتذكر في البداية الحركات الإسلامية عندما خرجت للتعبير كانت ترفع شعارات دينية وكانت أحيانا ترفع في المظاهرات المصاحف والهتفات الدينية والأخير ومع مرور الوقت ومع تسيس هذه الحركات ومع اندماجها في الخريطة السياسية للمجتمع الآن أول مرة يخرجوا للعمل المدني من حول 40 سنة أولا لا مستوى الثقافة عندهم ثقافة الاحتجاج المدني موجودة ولا مستوى الاحتجاج أنا أحيانا بسمع بعضهم بيتكلم في وسائل الإعلام بقدر كبير جدا من العصبية وبعدم القدرة على انتقاء التعبيرات السياسية وتوصيل رسائل الجمهور أنا شايف أنهما في هذا هم ضحايا ضحايا أولا نظام سياسي عزلهم عن المجتمع ضحايا مجتمع ومؤسسات تنشئة لم تتيح لهم فرصة التعرف والانفتاع على الثقافة المدنية داخل المجتمع فأنت النهاردة بتتكلم عن ناس عندها نوع من أنواع المظالم السياسية والاجتماعية كان من الطبيع أن المؤسسات السياسية في الدولة تلبي هذه المطالب أنا مش مستنى نخرج على مظاهرة عشان يبقى فيه قانون مواحد لبناء دول العبادة أو أن أنا أخذ منصب لكفاءتي أو 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 لكن هي النظرية اللي أنا قلتها لحضرتك في البداية هي نظرية أنهم رهائن كانوا نظام مبارك فكرة أنه رهينة يديك حاجة لما تدي له أنت حاجة لكن هي في الموضوع كله هذه حقوق مواطنة كان مفوض يحصل عليها زي قرينه المسلم وزي شريكه في المواطنة المسلم على وجه الخصوص عشان كده أنا لما باجي أتكلم أنا متعاطف جدا مع فكرة أنهم يخرجوا يعبروا عن وجههم في المجال العام حقهم لكن في المقابل أنا أتمنى أن تحتضن الحركات السياسية بمختلف تشكيلاتها بما فيها الحركات الإسلامية على وجه التحديد تحتضن مثل هذه الهموم والمطالب وتصغها في إطار الأجندة السياسية العامة للمجتمع أنا النهاردة بتكلم عن المساواة مش بتكلم بس في المساواة بناء دور العبادة بتكلم عن المساواة في المناصب والمساواة بس مش الأباطة اللي بيعانوا منها المرأة بتعاني منها وقطاعات كتير جدا بيعانوا منها واقتصادية بمعنى الفقر وغيره إذن إحنا بنتكلم دلوقتي على منظومة متكاملة يتحقق من خلال هذا الموضوع وينخرط اللقبات في الحاساسية هم دلوقتي بيعبروا بيرفعوا صلبان وبالكل أنا رأيي أنه دي تعبيرات غير ملائمة في المجال العام لو تيجي تسألني عن رأيي لكن في المقابل أنا مقدرش ألومه على انخفاض ثقافته المدنية وهو لم يطح لقى أي فرصة للتعبير عن رأيي كان يتظهر في داخل الكنيسة قلت له لا ده أنت كده طقيف تظهر في الشارع خرجت ظهر في الشارع مش قادر يعبر عن نفسه يعني أنت برضو بتتحدث عن منظومة متكاملة في التعامل مع هذا الموضوع منظومة تتعلق بالتنشئة تتعلق بالدور السياسي نقطة أخيرة أنت نهاردة بتتكلم بتقول للقباط يخرجوا يعبروا عن مطالبهم ومتكلموا وأن الكنيسة بتحتل الدور أنا رأي مع رأي القصة سامح أن الكنيسة مالاش علاقة بالسياسة وتكون مؤسسة دينية احنا مش مختلفين على ده لكن هو النظام السياسي باسم معلمين يعني أنت من نهاردة بتتكلم عن نظام سياسي نظام سياسي بمعنى أن له هيكلية معينة أنا فاكر أن في أحد الندوات كانت في كلية اقتصاد أو جلسة يعني نقاشية مغلقة وأصير في هذا الموضوع في عقاب حدثة من الأحداث طائفية ربما في نص التساء يعني يمكن 2005 حاجة بالمعنى ده فعادنا كنا منتكلم فسألت أحد وجهاء اللقابات السقاء في الحياة العامة يعني ربنا يدي له الصحة يعني فسألته قلت له هي الدولة سمعتك قبل كده قال لي عمرها ما سمعتك قلت له الدولة بتسمع المئات بتسمع الكليسة بس طبعا القضية أن الكنيسة اختزلت اللقابات في شخصها والدولة اختزلت اللقابات في شخص الكليسة وأصبحت هي المعبرة عنها انت بتتكلم عن علاقة كفيل سياسي عارف بفوم الكفيل بمعنى أنها هي كفيلة لقابات وترتب على ده ان توقر في زين اللقابات ان هذا هو معبر عنه لماذا تعتقد أن هذا الترتيب أصبح غير صالح الآن للإستمرار غير صالح لإهتزاز السلطة الأبوية اللي أنا قلت لك في الأول غير صالح أن أنت في إطار دولة مدنية تشكلت فيها حزاب سياسية وعايزين نبطل لعبة لقبطة المؤسسات أنا أفهم لماذا لا تريد أن يستمر لكن السؤال هو لماذا تعتقد أنه لن يستمر لن يستمر لسبب هو لسبب بنائي يعني ملهوش يعني مش لسبب فلسفي ولا حاجة لسبب يتعلق به الحركة على الأرض الواقع أنت النهاردة لديك حراك غير مسبوك ولديك مجتمع مفتوح على مصرعية سياسية ولديك أحزاب وقوة وتشكيلات مع مرور الوقت مع مرور الوقت الناس هتندمج في إطار مثل هذه التشكيلات وتندمج في إطار مثل هذه الأحزاب والقوة السياسية وتبدأ تحاول أن هي تتمترس أو تتلاقى حول قضايا سياسية واجتماعية وده سيمة المجتمع الطبيعي هياخد وقت هياخد وقت وبمرور الوقت عندما تتشكل طبقة مدنية أو مجموعات مدنية قبطية تتصدر في المجال العام ويصبح سلطها أنا مبسوط النهاردة في الانتخابات دي بالرغم أن بعض مظاهر ناس كتير جدة ربما تكون لديها بعض الملاحظات السلبية والتشاؤم لا أنا مبسوط فهذه الانتخابات فهذه الانتخابات لأول مرة لأول مرة منذ 52 لغاية النهاردة يدخل مجموعة من اللقبات بالانتخاب للبرلمان 5, 6, 7 معرفش عددهم قدية لكن ده معناها إيه معناها أن أنت بيتولد لديك قيادات بيطلع دوقتي قيادات في المجال العام بشوي شاب صغير بكرة هينضج أكثر ويبقى قيادة في المجتمع غيره كتير مع مرور الوقت مع مرور الوقت مثل هذه القيادات هتتنفس في مؤسسات سياسية وتنتخب ويصبح لها دور وتتصدر مشهد سياسي وتبدأ تتكلم ويظهر طبقة إعلامية وطبقة مثقفة وقال إلى آخره فيصبح دلوقتي لديك مجتمع طبيعي وتتضاءل الدور السياسي لمؤسسة الدينية ده اللي كان موجود قبل 52 مش كان فيه طبقة في المجتمع الليبرالي طبقة سياسية أنت أسألك سؤال وأنت دوقتي قاعد دلوقتي ما كانتش أنا دوقتي أسألك سؤال وصل السادة المشاهدين أنت بتذكر اسم البطاركة اللي كانوا موجودين قبل 52 مش متذكره متذكر مين متذكر مكرب عبيت متذكر عيلة بطرس يعني بتتذكر دول أولا يعني بعيدا على الارستقراطية القبطية لا دلوقتي بيطلع قيادات وبيطلع قيادات وسيطة ومن طبقة وسطة وتبدأ تتشكل المشهد بمرور الوقت بمرور الوقت الحالة دي هتختفي قليلا قليلا ومع يعني ومع يعني ترجيح كافة الإسلاميين الجماعات الإسلامية في الوصول إلى الحكم بطريق ديمقراطي في الانتخابات هل هذا المصار مصار خروج المسيحيين من الكنيسة إلى الحياة العامة سياسيا هل هو مرجح للاستمرار العمل العام العمل السياسي من فاشب المسيحين فيه وحدهم يعني إحنا لما نشجع أولادنا لما نعمل تسقيف سياسي بنقول له السياسة معناه أنت بتنزل الشارع الشارع مسيحي ومسلم مع بعض عايز تنزل تطالب حق بتنزلش تطالب حقك طالب حق الآخر والآخر يطالب حقك كمسيحي طالب حق المسلم فالمسلم يطالب حق فمنتبقاش مسيحي ضد مسلم وإلا المجتمع يتقسم لكن بالذات من وجهة نظرنا كمسيحيين أنا المحبة أني أدفع عن حق غيري الأنانية أني أدفع عن حقي لو أنا كمسيحي دفعت عن حق أخوي المسلم يبقى أنا عبرت عن وطنية حقيقية لأنني أدفع عن حق الغير أنا أدفع عن الحرية أنا أدفع عن الكرامة أنا أدفع عن الآخر فالأخ ده حيدفع عني فحيتلاحم المجتمع مش حي يستقطب مرة تانية مشكلة الانتخابات الحالية أنه كانت فيها استقطاب ديني عالي جدا وأي حزب فيه مجموعة من المسيحيين أعتبر حزب صليبي فباظت دي مش ديمقراطية يعني أنا عندي تعليقات كتيرة على الحملة الانتخابية الماضية أنها دي مش ديمقراطية ولا دي حرية ولا ده اللي اتفقنا عليه في الإعلان الدستوري أن ليس هناك أحزاب دينية وليس هناك يعني دعاية مبنية على الانتخابات يبدو كذلك أن معظم المسيحيين صوتوا لحزب أو اختين اللي هم بينادوا بإيه ليست بدعة يعني هو واقع لا لا المسيحيين راحوا انتخبوا اللي بيطالب بالدولة المدنية لأن دائماهم مش دفاعا عن نفسهم لأن دائماهم احنا نؤمن بالدولة المدنية لنؤمن بفصل الدين عن الدولة فأنا انتخبت مسلم أنا ما انتخبتش مسيحي أنا لما رحت انتخب انتخبت مسلم انتخبت اتنين مسلمين ما انتخبتش واحد مسيحي لا فأنا مش بنتخب المسيحي اللي زي أنا بنتخب الشخص الذي يعبر عن إيماني في السياسة إن إيماني في السياسة في فصل الدين عن الدولة أن الدولة ده عمل سياسي والسياسة هي كيف تسير الأمور والدين ما لوجه دعوة الدين بيحقق مبادئ ما فيش في الدين برلمان ولا رئاسي ولا مختلط. ما فيش دين هيقول لي أن نعملها إيه أصلا نظم جديدة. لم تكن موجودة قبل أي دين الأديان السماوية أن يكون موجود على ظهر الأرض. يعني نهاردة هل الشريعة الإسلامية هي اللي هتقول لي نعملها برلمانية ولا رئاسية ولا مختلط؟ في نص. لا أعتقد أن الحركات الإسلامية تتحدث عن أن الشريعة الإسلامية تحدد ما إذا كانت السلطة يجب أن تكون برلمانية أو رئاسية. لكنها تتحدث عن إطار عام توضحه الشريعة. على كل حال ربما هذه زاوية أخرى في النقاش. لكن أنا أريد أن أسأل لأن هناك الثورة فرضت تحديات وطرحت أمال ربما في حرية وديمقراطية. لكنها فرضت تحديات اقتصادية أمنية على الأقل على المدى القصير. بالنسبة للمسيحيين بواجه خاص هناك كذلك تحدي أن الاحتمال الأكبر هو أن تؤدي الديمقراطية على الأقل في المدى المنظور إلى سيطرة الحركات الإسلامية على الحكم. هل هناك ندم على الثورة بين قطاعات وسائل المسيحيين؟ لا لا. مش ممكن أن نرى أي حاجة جاية أحسن من اللي فات. مهما حصل. لأن حسين مبارك كان بينادي بالدولة المدنية وما كانش بيصنعها. كان بينادي بينادي بالدولة. هل هناك تقارير عن زيادة عدد المهاجرين من المسيحيين بشكل كبير؟ لأنه فعلا طبعا قطاع كبير جدا من المسيحيين عنده تخوف من اللي جاي. لكن أنا شخصيا أنا أتفق مع الدكتور سامح في أن فعلا أنا أرى بأن اللي جاي أفضل من اللي فات بكل الصور. هل تعتقد أنا غالبية المسيحيين يشاركونك هذا الرأي أم لا؟ لا مش كله. يعني فيه جزء كبير جدا مازال متخوف. خاصة أن الطيار الإسلامي المتشدد هما بينظروله بأنه هو يعني جاي هيقضي بالنسبة يعني للأخباط على الأخضر واليابس. لأنه هيبتدي يغير بقى في الحكم وفي الشريعة الإسلامية هيخليها هي لتسود كأحكام وهكذا. ولكن أنا برى بأن هذه الجزئية هي جزئية ما تخوفناش طالما أن الحق والعدل هيكونة. لأن طالما أن لو فيه حق وعدل ورحمة هما اللي هيسودوا والقانون هيضمن لنا الدولة المدنية بصورتها الواضحة والصحيحة. إحنا هنطمئن وهنشوف والتجربة هتثبت. لكن أنا آسف أنا هقطع كلمة بس اللي الدكتور سامح كان قال قال الدولة بتستمع للكنيسة. لا أنا مختلف معها. الدولة ما كانتش بتستمع للكنيسة في الموضوع ده خالص. أنا عايز أقول لحضرتك هتدي لك قصة حكيها لي قدسة البابا بأن مرة حسني مبارك اتصل بقدسة البابا بيقول له لازم تطلب مننا حاجة. بمناسبة العيد احنا عايزين نعملكوا حاجة. فقدسة البابا قال له متشكرين. فهو قال له لا لازم. وأصر على قدسة البابا أن هو يحدث يعني أن الحكومة أو الدولة تقدر تقدم حاجة للكنيسة. قال له طيب احنا عندنا في الودي الجديد ما عندناش ما فيش غير كنيسة واحدة. ودي مساحة ضخمة جدا. ياريت حضرتك تقدر توفق لنا على أن احنا نبني كنيسة أخرى في المنطقة. قال له بس كده. وكان زكريا عزمي موجود جنبه. فقال له يا فلان اعمل كذا. فعايز أقول لك أن الأمر وصل لمحلة أن مرت خمس سنوات وما كانش حصل أي حاجة. القصة دي أنا كنت سمعتها. ولماذا أيده في نهاية المضافة عندما خرجت خرجت ملايين أو آلاف على الأقل التي تطلب بإسقاطها؟ اللي تعرفه أحسن ما تعرفوهش. وهذه العقلية تعتقد بناها سائدة. لا أنا ما قلت تسمع له بشي ما نتلفز مطالبه. بتسمع له في حاجات جزئية. يعني في إطار الرهينة. تسمع رهينة أكثر مما تسمع الحزب السياسي. يعني ممكن تسمع له بمعنى عندما يعني يدخل في بعض القضايا في مفاوضات في بعض القضايا. تستمع إلى جزئيات في هذا الموضوع. لكن أنا مش بتكلم أنه هو طرف أساسي في المنظومة. لا هو ولا غيره كان. طيب. بشكل سريع الغالي أنا الوقت داهمنا. البابا شنودة بطبع بلغ من العمر يعني سن متقدمة. بعد البابا شنودة تعتقد أن الأرجح أن دور الكنيسة السياسي سيتقلص أم هو الاتساع؟ أولا أن أنت بتكلم عن البابا شنودة تتكلم عن شخصية كاريزمية. بما تعنيه التعريف. تعريف كلمة كاريزمية. الوضع الطبيعي مع اختفاء أي شخصية كاريزمية تأتي شخصية تقيم مؤسسة. لأن لا يوجد شخصي بستمتع بالصفات الملهمة أو الصفات الكاريزمية اللي كان بتمتع بها البابا شنودة. وده اللي حصل في الفاتيكان مثلا مع رحيل البابا يوحانا بولس. جيد دلوقتي شكل مؤسسي. إحنا نتطلع أنا شايف نتطلع أن الكنيسة تتحول إلى طابع مؤسسي أكتر من هذا. يعني تظهر المؤسسية. بالسنة كان عندي جملة. جملة أخيرة. سريعة للغاية. جملة أخيرة. فيما يتعلق بالحركات الإسلامية والتخاوف. أنا لست متخوفا ويريد يعني يشاركني قطاع كبير جدا من اللقابات في تنحية هذا التخاوف. القضية دلوقتي أنا معاك إن خطابات الحركات الإسلامية. أنا دارسهم كويس جدا. ودارس كل فصائلهم. لكن القضية الأكبر تحتاج أن أنا أنظر أن هناك حركة بتجري على الأرض الواقع. لما تشوف النهاردة جريدة الحرية والعدالة. نعم. مبارح. دكتور سامح. أنا مقرر. يعني أنا عايز أقول لك إن فيه تطور بيحدث في الحركات الإسلامية. ده اللي أنا عايز أقوله. شكرا جزيلا لك. ولكل الضيوف. القصة سامح موريس راي كميسة قصر الدبارة. الدكتور سامح فوزي الكاتب والباحث في شؤون المواطنة. والمستشار أمير رمزي. عضو مجلس العدالة الوطنية بمجلس الوزراء. شكرا جزيلا لكم. وجزيلا شكرا لكم مشاهدي ومتابعي بي بي سي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.